أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعتني دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي شكراً 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 إذن مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولدنا تحتج نحن أولدنا تحتج نحن أردناها حصة لكم أنتما يا أولياء بسيطة بالمرات عندكم تساؤلات في حالة لتربية أولادكم وكامل حنا من خلال أخي سائين من خلال هذه الحصة مع أخي سائين نحاولو نفيدكم من نصائح ولو بسيطة تساهم في تربية أولادكم اللي هم أولدنا ورغم تحت جنحنا اليوم بالمرات الأولياء يتساءلوا بالمرات على التهاب الأذن الوسطى لوتيت لذلك نحبونا اليوم مع أخي السائيين نساعدكم كيفاش تتعارفوا على هذا اللوتيت كيفاش تتعالج هذا اللوتيت وكيفاش نحاولو نقيو أولدنا اللي بقاية من هذا التهاب الأذن الوسطى اللي هي اللوتيت إذن اليوم يرفقني الدكتور العيب محمد طبيب متخصص في طيب الأذن الحمجرة والأنف تفضل دكتور تفضل مرحبا بيك شرفنا شرفنا دكتور تفضل تفضل دكتور الله يخليك ترفقني كذلك السيدة تفاحي هنية مختصة في علم النفس مرحبا بيك مادام مرحبا بيك شرفتنا مادام شرفتنا مرحبا بيك دوار سابا معنا كذلك تجربة حية سيدة ريمة الحاجي مرحبا بيك مرحبا بيك شرفتنا شرفتنا مرحبا بيك مرحبا بيك وكذلك في كل مرة نصدفه طفل ولا طفلة إذن اللي واجبت المدرسيين تعوي في هذا المكتب الجميل اللي قصصناه له اليوم معنا محمد تعالى محمد أروحوا ليدي تعالى تعالى وشتراك محمد تعال تعال وشتراك حبي حبي وشحال في عمرك محمد تسعة سنوات تسعة سنوات وشم سنة تدرس ثالثة ثالثة متوسط آه ثالثة ابتدائي ابتدائي بارك أنا عمري متوسط الله يبارك ثالثة ابتدائي قولي محمد شحجبت معدد ثمانية وفا عشره واو مليا فاصل عكريم واو 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 جميل جميل وليدي جميل جميل خلو لديك تدير الواجبات المدرسيين تسنحت يقول لك راح تقرأ ولا تروح وحدك راح وحدك تروح وحدك وكيف تنظم وقتك تلعب شوية في نهاية الأسماع وكامل ولا تلعب بزاف اوه شوية تلعب شوية تلعب وقت الدراسة ووقت للاعب للاعب برافو برافو وليدي برافو 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 تأخذ الرأي تأخذهم الرأي برافو محمد إذن محمد تروح وديل الواجبات المدرسية نتعك فيها ذاك المكتب اللي وجدناه لك الجميل وانتوما يا أطفال لازم تروحوا وديوا الواجبات المدرسية متعكم باش تنشكوا إذن مرحبا بكم ماذا بنا الأولياء اللي رامي شاهدوا فينا وكامل ينتظروا بنا بعض النصائح وينتظروا بنا سورتون طمنهم هل ذاكوا ليغاسور دونك ماذا بيا اليوم نتكلموا على الوتيت هذه التهاب الوذن الوسطى وش هي وش هما الأعراض انتحها كيفاش نتعرفوا عليها وقتاش تكون خطيرة وقتاش ما تكونش خطيرة كيفاش تتعالج وش هو العلاج هل يدوم وقت طويل ولا وقت قصير وإذا كان لانفان رشوت وش لازم نديره كامل ماذا بيا نبدأ معك دكتور العيب محمد مختص في طب الأنف والحجرة والأذن حبينا لو كان تعرفنا هذا المرض هذا وممطن رسفرين لشفية بعد بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لشفية نقول لهم بهذا المرض منتشر بزاف عند الأطفال الصغار من الولادة حتى العشر سنوات لأن الجهاز التنفسي العلوي عند الطفل يتساعد من الانفكسيات ومن الولادة حتى العشر سنوات كان هناك تسميها المالادي دادابتاسيات يجب أن الجسم تأكلهم يعني يمرض يكون لذي منوغلوبين لكي يتعرف الجسم تعرف على ميكروب نقول لكم ميكروب هذا الميونيتي يعني المناعة الفيروسات والباكتيريا بشي يكون المناعة عن تاهم يتعرف المناعة يتعرف المناعة عن تاهم وهذه هي استدر المرضي البليفريكون شي لبتيت الفان داكور يعني وقدر الطفل يعني من الصفر حتى العشر سنين يدير لطيتها شحل من المرة يدي شحل من المرة ولكن لازم الإنسان يدي ولده يدوه داكور وعلى بسكو تقدر تمد أعراض تنوية خطيرة ولكن هذه الأعراض التنوية الخطيرة هذه رهي الاندوكا تطبراهم تحكم فيها بالدواء لكين يعني هذه الأعراض التنوية نصيبها 1% أو أقل 1% داكور ما هو من أعراض التنوية كيف نعرف بلده لديه 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 نعم نعم لديه الفان النوريس هذا الفان عمره شهرين 3 شهر لا سوف يتحدث معك هذا هو الفان يتحدث يتحدث داكور داكور يتحدث يتحدث لديه لديه شيء داكور وإن الفان يتحدث سواء يتحدث بعض بلده يتحدث الغاز يتحدث داكور رينوفارنجية داكور فيروس يتحدث حماء خفيفة لا يوجد حماء 39 أو 40 دراجة حماء 38 أو 38 أو 38.5 دراجة والطفل يتحدث لديه ألم في الجسم والألم يجب أن نحوص ونحوص على الحماء صغيرة ونحوص ونحوص ونرى الأنف ونرى الأدن ونحن نفحص الأدن ونعرفه بالأدن يتغير الغيشاء كما عرفتكم في الحصة السابقة بالأدن فيها تلت الطبقة مكونة من تلت طبقات الأدن الخارجية الأدن الوسطى والأدن الداخلية وهذه منتشرة ومتقص الأدن الوسطى التي تكونها من الغيشاء التامبون والعضايمات للسماع وهذا الالتهاب يقص خاصة الأدن الوسطى وتمر بعدة مراحل في الالتهاب لأدن الوسطى عن الطيف الصغير لا يجب أن نجعلها للمرحلة الأخيرة وأن يتكون هذا القيح كوليكسون 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 كيف يصبح هذا الداخل في الأدن الوسطى يتكون هذا القيح بعد أن ينظر من المنزل يجب أن يخرج من الجهة يتقب الغيشاء ويخرج من المنزل ويخرج من المنزل من المنزل لأن المنزل لا يبقى يجب أن يفرغ لنظر هذه المنزل لتحدث ويخرج من المنزل ولهاتي ويطفق لا يجب أن تدوم كل كوليكسون ويتق�ح ويخرج في محاول التخطة ويجب أن توجد يظهر أصبح يجب أن تود بها ويجب أن يتو Osir ومن المعارسين يكون هناك أصعر بأس أولاد الشخص عندما تستطيع أنه يؤدي لديه المناجد وحسب أنه يكون فقط أليس كذلك يمكن أن يكون هناك أصعر بأسوداء فكرة فقط لتكن على الفائن المحكمة من الزراج المحكمة والتضبط عن بغتالات Derجارات المعارسية لكن لتوقع هذه الآدقة هذا الحجر. إنه بالأسلام على الأخضاء. لإنما أنه يجب أن نعرف على الأسلام الأحلام. هل تقصرًاً أنه يستطيع النور من الأحلام على الأفضل أو الأفضل؟ هل تقصر النار، هل تقصر ا prometك هم الشخص؟ كما الأجمر قد يكون هذا الشخص الصحيح والدن من الأسلام relatively قليلاً ، الرجل وسن تعليم يستمرون ان يقوم بأسلل ايه ابو يذهبون يجب أن يتقوم ب még محاذا بالفعل من نتجه الدقيس ويما يخلص الناس yo أول جزيلا ويسا به رأي من نتجه الدقيس أن تتعمل بالإلتهاب للإدن. أتمنى بأن أتمنى من المتقدam إلتهاب الإدن الوسطى يقص الإكترا lapse ألعاب المتقدم فعندما لا يأتي بأهتمام أدوان الأممم إن 알اد. يتبقى أممع بشفي favourite و لا يمكن أن يكون ان يكون. الأممم تحتاج إلى حيث المشكلة كيف تدواء الوتيت هذا؟ وكيف تدواء الوتيت؟ وهو كيف تدواء؟ أولا نزمن على المصدر هل نعوصي بأنه يتحب الإعجاب المتابع المتابع الغير للحصول على المغاية كما تتطرح اليوم، مثلاً فعلاً للمغاية التصوير من الأساسية ومع نظام المناسبة الغير ويوانهم نظام المغاية في المغاية عددنا هذه المنطقة لدينا أجفل العمل أجفل العمل أجفل العمل وقال أعرف بل عنده نغاناً خطواناً. كنا نحن نعني أن نغاناً لك ثم يدعى الزوتيت موين. إلتهاب أحد في الأدنوستان، كنا نعلم هناك بعض الهدفات. هل يجب أن نحاول أم لا؟ نحن نحاول أحد الشعال. منا نحن نحوش، لن نحن نستعاملان للإستعامل. لا، نحن نتوقع بهذا, نحن نتوقعه لأنه تعوش، نحن نتوقع بهذا. نحن نتوقع بأنه يتمكن من المهائة. بسيطة يتحدث كثيراً الزواتيات والحصول السبب هذا ليس لديهم الإستعصال وإذا كانوا الكثير من الزواتيات فهذا الأول بل يأخذ المنفخ يتبع المنفخ ويجب أن ينسى الزواتيات يجب أن يكون الزواتيات ويجب أن يتبع المنفخ حتى أننا لا يأخذ الأعراض كان تريد كبير على عرضه تريد الإعجاب ويستطار في حالة أخرى في الحالة أخرى يجب أن يتعلمون مع الحساسية في هذا المعبض المت Bengali من المعبض المترجم الغابة رؤية الغابة with gas يسا بروفوك دي زوتيت هادو قاع وش قاع وش دي المشاكل في الجهاز تانا فوسي العروي يأطر على الأودونوس على الوتيت داكور داكور تربيا شكرا شكرا من الأستاذ نعود نرجع عليك سيدة تفاحي هنيا دائما نرجع عليك لأنو الأولياء يحبوا ولادهم يحبوا ولادهم أنا نضرب لأي أم وليد هاي مرض راح تكون مرتبكة يعني مرتبكة وخاصة كي ما تقلنا في حلقة اللي فاتت الأم لأول مرة أول مرة تكون جستمون بها نرجع لك دكتور يعني اللي أول مرة عندها رضيع وكامل مش كي مالا مامون اللي دي جاكي عندها رضيع وعندها شوية الإكسبيريونس كي ما يقولوا حبينا نتكلموا على النحية النفسية يعني النفسية تعال السيدة هذي كيفاش تكون ولا الوالد كذلك ولده مريد وخاصة يعني نوتيت بالمرة الناس تخافقوا لك ولدي ولي ما يسمع شي ولي كذا يعني يخافوا على أولادهم ماذا بينا نتكلموا على الجانب النفسية نعم شكرا أستاذ يزيد على هذه الاستضافة على هذه الحسة يعني مباشرة نلقا نوع من الهلع والقلق عند الأم وخاصة أنا نوتيت يعني دائما تجي في الليل المشكلة أن هذا المرض بغيزون بيجينا بزاف في الليل يعني في الليل اللي نحسوا بليل بيبيا ويبكي ويبكي وكامل بلك في نهار يبكي لأن الوتيت ما يسكت حنا جنرال موكي نقول لأماما نعيت لها في تيفون قولها ولدي ما حبش يسكت تقول لي آه هذا السيغ ودنو تمتم يخمو فيا ودنو يا كرشو أنا سيفريكو يعني يعني يروحوا للمستشفى لأنه ما عارفوش مخصصة يعني لدينا هذه السيغ ويسكت تقول لأو دنو سيدون القيامل فهنا دون جاءت تقول لأو دون سيدون جاءت الأو دنو يعني عندما قال الدكتور هذه حلاة نبدا تبدأ سالة من الأو دنو أنا مرات روح الجريف أنا أتمنى نحل نهاية نبدا تقول لأو دون كلار أو دون سيدون جاءت الأو دونجي هناك إشكالية أيضاً في عملية تقديم الدواء. أن الطفل يرفض الدواء. مثلاً بتحطوه الدواء ما يخليهاش لكوطي ضغوات ومبعض لكوطي يكوش. فلس يتخذ عمبورتان الدواء ما يخليهاش ومبعض يزيد يقول لي يبكي. يعني نقدر نقوله 24 ساعة وهي في حالة قلق وارتباك. وباللعقل باللعقل لازم هي تحاول تتكيف مع الوضعية اللي تكون فيها باش تخرج منها. يعني ممكن الطفل هذا 8 سنين 9 سنين بغير يبكي غير يبكي ممكن يتعرض حتى للعنف يضربوه باش يسكت يعني ما يعرفوش علاج. يعني احنا ماذا بنا الأولياء يتفهموا وضعية الطفل في تلك الحالة. يتفهموا وضعية وتشوفوا وشبهه لأنه أنا نظن باللطفل ما يبكيش بدون سبب. يعني مهما كان مهما كان ما يبكيش بدون سبب لازم نرضو بالنا وكامل. إذا شكراً شكراً أستاذة فاحي هنيا. ماذا بيا سيدة حاجي ريمة تكلمين على التجربة اللي وقعت لكم في العائلة انتعكم. يعني وكيفاش تعاملتوا معها. وهل كان هلع خفتو مخفتو وش كامل. ماذا بيا تكلمين على التجربة. السلام عليكم وشكراً استضافة. مرحبا بيك. كنت صغيرة على دوية عام. وكما كانت توجعني بزيب بزيب. وتحكمني لها فيها تحكمني الحمى. حمى؟ حمى. مرحبا بزيب بزيب. ولكن تحس يروحك الحمى؟ نعم. حتى وكي كنت نقرأ كنت ما نقدرش نقرأ. ما نقدرش نقرأ كنت نقرأ كنت نقرأ. كنت نقرأ كنت ناظف؟ مرحبا. او طبivamente. مرة كنت نقرأ؟ دو منصف. أج jeans points � recитай جداً. لم تكن هناك يبي 이러د? أي جداً، أجهزت من لدي أسلب الاكتام والحنو stro sar anchor. حمى أقول كنت اقول بالطبيب ن平 like j coisa. وكمن اقار وسيل الكراب هناكي. حمى تعبته مرتضوي. مpolitik طبيب هناك. أجهزة دحنا tempore. حمى أجهد التجربة. أعطيها كانت لاتماندي قوة وطولتها لكي تريدها أو تم تم انسوان هكذا كلها سيب ومعود ماذا أعود؟ ماذا أعود؟ ماذا أعود؟ ولكن أظن بالأولياء يومين وواليدهم يشكي من وضنه ويأني هو كامل أظن بالأولياء مدة طويلة حقيقة كما قالت أنا شخصيا كنت ندير دي زونجين ريبيتي يعني مام حتى الوالدين تعي والفو مام توجعك ودنك ويقول لك بالك سيلونجين بالك هذا أنا أقول بالأولياء ما لازمش يتكهنوا ما لازمش تقول بالك هذا بالك هذا الطبيب هو والي يهدر وخاصة الطفل الصغير لأنه الطفل الصغير إذا كان يمتيت مالادي يعني مرض صغير هكذا ما تدوش مليح ممكن يكون عنده آثار آثار في النمو تعه وكامل ماذا بيه دكتور تكلمنا على على الوتيت هذه على الناس تعطيهم نصيحة هل لازم يسرعوا يروحوا للطبيب وما هم اللي كومبليكاسيون اللي قدر يكونوا وتكلمنا كذلك على العلاج كيفاش يكون العلاج مدة العلاج ونعطهم شوية نصاعح باش يتفادوا يعني باش يجنبوا هاد مرض سيازي الآلم تاع الالتهاب الحدي على الأدن وصلة آلم يكي نقول لك يعني ما تقدرش تتصوره الطفل مايرقوتش ليل كامل له هو يبكي وكيما قالت للأخت يجي الكترا في الليل مهمت في النهار ما علي بروش طفل العمي كي جي يقول شغل درس مام الدرس يخي جينا في الليل يجي في الليل واحد الآلم ما تقدرش تتصوره الأم تحوس على أي طريقة باش سولاجي الطفل هادك ايه كان حاجة دكتور مدبية تكلمني عليها كان بزف الأولياء اللي تروح دلوه زيت زيتون لا لا زيت زيتون هذي حاجة لازم تكلموا عليهم غير طبيعية لازم نحوها لازم تكلموا عليها بزف اللي يديرو زيتون تحبسوها ماشيم لحل الأوداء ومرات تسخنوا يسخنوا يسخنوا يديرو في اللوداء يسخنوا يديرو في اللوداء إذن الغيشة يعفو بالغيشة عرباك في مينبا ميليمتر الله يكون ملتها بوزيت تفرغلوا الزيت تسخونة الداخل سيسي تريد دانجوره دونك زيت نساو زيت زيتون في اللوداء تأولادكم غير مكالة لأنه كما قال الدكتور رأو حاجة خطيرة قلت كنكم على دولار سيتين دولار وشا نقول لك يعني حدا ما يقدرش الطفل الأولياء ما يقدرونش يتهملوا ما يقدرونش يخليوا هذا الطفل يعني صغير راضي عقدة تمنى شهر عشر شهر عام عامين يقدروا يخليوا ما في عمر ربع سنين وش الواحد سطر يعني ما تقدرش تصوره تولي الأم تحوس على الطبيب بتاعها تعيط له تعيط له في الهاتف تقول له يا الطبيب وش ندير لولده والطبيب ينصحها ونحن الأولياء الأطفال اللي نشوفهم يمرضوا بزاف بزاف هذه الزوتيت ننصح الأم تكون عندها شميعات ضد الإلتهاب شميعات الحمى الزنتي إفلاماتوار الزنتي بيريتيك الزنتاجيك يفوت تتر ميني لأنه لا تستطيع أن تخرج في الليل لا تستطيع أن تكون لولدك يعني يصبح لك أشياء هذا من ناحية الدولار يعني الدولار تحت الإلتهاب لحد الأدن الوسطى لذلك الزنتي إفلاماتوار يقدروا إذا كانت تخرج في الليل أو تعطي له الأم تحوس جميعا في مقاطع يترنى lعب يستطيع أن يقدروا أنه لم يكن أخير إنه يجب بلدك لكنه يفوز على من العبد لذلك من رنول التلولAKE تحتاج في سنقوم تريد لذلك يجب أن يستطيع ان يتنبه نعمل علي تكون في مقاطع ويجب أن يحصل على الأم تحوس قل هذا المريض ضربوا الهواء عداه من أياه سيسرطوا الكراش لذلك يعدون بزاف بعضهم وقتلك خاصة لديهم الحساسية لديهم الرفل هل هذا المرض معدي؟ مرض معدي مرض معدي ودراري صغر سيسرطوا الكراش لذلك يقول لك أن يأتي البراري ويقول لك أن كل من يدر الكراش وعلا لأن دراري يلعب مع بعضهم هذا يتلسرون هذا يعتبر الهواء هذا يعتبر الهواء يجب ان يتعرفون بزاف في يدر الكراش يتعلم عن طبيب وطبيب يتعلم عنهم هل يمكن أن يكون هناك الحساسية؟ يجب ان يتعلقوا لكي تتعرف لكي تتوقع هذا الحقيق يمكن أن يتحدث عن طبيب يمكن أن يكون هناك يتعرف كما يفهم معدي كي لكي يكون هناك ��록داء . ونساين الصحيفة إلاحمد والآخران على حقيقيه . و عندما تعلم الحقيقة لضوء فك Hurmankate noisesirapalliaột . وأيوجد كذا . و ما إطالام أفضل مددًا الإراجه؟ حتى بعد 8 أو 10 إيام ، لون يق paintersب إستعمال 10 إيام criticized بهذاités ولكن عندما يس konkur sweetness过 الأ clipping وسأشيد الأن؟ لا تعلم هنا . يمكنه لراء إيجال الاستمرار في المحدة، لكن بعد ما في حتى خطر. والعدوى يعني نهضر على الأحدى. نحن نتراج. نتراج. ننطلع. ننطلع أن ننفضل الإنفكسيان فيرال. لكن. بالنسبة لزوريين نقول لهم مدن زمنية مرحوش. لكن. ننطلع لشيء ماكسيما. دو جوالة. نتراج لشيء. نتراج لشيء. من المدوة للفعال اتواقوا. لا يجب أن يقشون. لأنه يتحق بالماء. ولكنه يستطيع أن يستمر فيها من الأصباح المغربية. نعم. نعم. تبقى لدى عالمات التحسن. شكرا. 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 نصائح جميلة. سنوها الأولياء. سنكون لهم بأن الحواس للإنسان مهمة. كما تكلمنا في الحصار التي كنت معنا فيها السمع عند الطفل. يعني اللوتيت قادرة تكون من بين إذا كان يو نوتيتس الكمبيك قادرة تكون تعدي إلى فقدان السمع وتعدي إلى ضعف السمع كما يقولوا دونك ما لازمش للأولياء يتهونوا أستاذة حبيت نتكلم معك برك على نقطة هذه تاع الأم كي ولدها يمرض بلوتيت ولا بلغين وفغانجيت وكامل كيفاش تتعامل معها في وسط الأسرة يعني هل لازم تعطيله الحنان هل لازم تعطيله تعزله هل لازم تعامل معه يعني خاصة لما يكون طفل 6 سنين 7 سنين 8 سنين كيفاش تتعامل معه يعني على جل نفسيا تعوي لأنه مرض ألم حاد وكامل يعني حبينا كيفاش تكون المعاملة تحامعة هنا تكون عندنا نوعين من المعاملة إذا كان صغير ورادع راح تعطيله أهمية أكتر ستعامل حاش تلتها بالشغل وتخليه تقعد هي توكله تدر له الدواء إذا كان مثلا بين ربع سنوات طفل يعني اللي يتكلم ويفهم تعلموا مثلا تدر له مشاركة تعلموا بلي كيفاش احين ديروا الدواء بسكو يمدلوا ديز انتيبيوتيك يمدلوا الدواء تعالى يعني يكون تفاعلية لازم يكون تفاعل لازم يشارك باش يبرا فالا باركزم ما يحملش الحس بزاف تبعده للحس وعلى باكناب وقت فالكي مرض يولي يميل بزاف ليماه ولا البابه شغل يزيد يتفشش كتر وكتر هو مسكين بلادك الإحساس يعني الفضيع اللي جاز عليه يومين مرقج كما يقول لك ربي عالم به على جلالك لازم الام تكون قريبة لي وباقي كزم شافتو غد مندك باش يروح المدرسة ما قدرش يروح ما تبحتوش باش ما يحسش هو باش تتهنى منه يما تبحتو للمدرسة حتى قادر في المدرسة يديني المدرسة يعني طالل الحمام لازم تكون ديجاك لا كانت عنده أصلا الحمام مايروحش اوتيت ولا مشي اوتيت كون عنده طفل الحمام يعني الحمام ما تكونش حادة يعني كانت الحمام ربعين ولا انا اصلا اوتيت حمام ربعين ما نبحتوش نخلوه تنخاف درجة الحمام يبدأ الانتيبيوتيك تاعو يولي طفل الى حياته الطبيعية ناخدوه كما وما خلوش معها خوتو ماشي بباسكو يعدي وما خلوه مشي ضربه وما خلوش هذا ما كامل هذا الناحية يعني احتطي في كتباته المدرسة وكامل تكون عنده حساسية ودنه يتوجعو مثلا حتى في اللاعدة حتى قيل عادة مع أصحابه وكامل تسيبو غير يتحسسك شو واحد يقيسه وكش واحد يعني سوختوه سوختوه لودن هو بنسبالي فخاجل تعيط له ولا توجو تلقاه شد ديجا ممكن ديرو لهم لتخاتمو تلقاه حاط يدو غير في ودنو صديق عندي عندي صطر هنا اياه صديق لازم تكون عندنا رعاية خاصة جميل جميل شكرا 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 دكتور العيب محمد حبيت كي تكون الطفل عنده لوتيت عنده لوتيت متلا طفل متمادرسنا هدرو سنين سبع سنين من السنين وكامل كيفاش يكون السمع تاعو حسو يكون ناقص في السمع ولا ما تأثرش على السمع تأثر في الايام الاولى تأثر على السمع يكون فيه التهاب في الاذن الوسطى ويكون في الاذن الوسطى قلت لك تمر بعدة مراحل حتى ونت لحق الوسطى هداك تتعلم مرحلة وين تتعمر بالقيح طفل اللي يحس ودنه مغمومة والا طفل اللي يعرفها كي موقتين تايس متمادرس سبع سنين تمسين يعرف يحس بلي هاد الودن ماوش يسمع بيها مليح داكر هذي هي النقطة اللي حبيت دوك هنا يدخل دور الاولياء باش يخبروا للمعلمين المربيين تاوحهم وليدي ولو بريا ولا يقولهم بالوليدي عندو ينوتيت باش يحطوه في المقاعد الاولى يقربوه لا لا في الالتهاب الحد للأودنسطى هذي ما تنميش لهذا الاشكال كي يندي طفل لوتيت سيروميكوز داكر لوتيت سيروميكوز هذي ما فيهاش ألم هذي وين الطفل ما يسمعش يكون السمع تاوه دقيل بزاف وين قلوه لازم تحطوه في الاماكن الاولى سسا ماشي كيما الالتهاب حد تاعل الاودنسطى هذي تمر عدة ايام يقوله ثلث ايام اربع ايام ويكون الدواء مليح يعني وطفل يتبعه من احد الاولياء يمدرون من احد والا للطفل السمع تاوه يعود يرجع لهم يعني يومين تاوه يرجع لهم ما فيه حتى ايشك مليح وكان خبروا الاساتي دا جبلي ربي المواربين تاوه يكون على بلهم باللي هذوك اليومين هذوك رو سوترات ما هو يعني هتقدر تقولهم بلي هاو مريد فوالا عندو ينوتيت فوالا فوالا كين دوتر باطولوجي وين السمع يكون ناقص يكون ناقص بزاف هذيك وين نعم نعلم وصدر ماملو ميدسان يفاء كوريين دكور المدرسة المدرسة فالطفل هذي لازم يريح القدام فسكو ما يسمعش يمليح هياهو ياخده واحده وان شاء الله يفاصل يطبيه داكور انتوكا جميل جميل جدا شكرا دكتور العيب انا جي بانس كو هاد الحالات هذي المرضية وكامل سيرتو تعال اطفال المتمدرسين قاع في الحلقات اللي فاتو تكلمنا عليهم هي العلاقة بين الاولياء والمدرسة يعني بالمرات المربي ولا معلبلوش ولكن الاولياء على بالهم ووليدوا بليهم ووليدوا عندو اي مرض مثلا لوتيت ولا اي حاجة اخرى مليح انو تكون علاقة بين الاولياء والمدرسة لانو بالمرات المربي وكامل هذوك المعلومات رح يساعدوه يساعدوه باش يعني يقدموا هيمته يقدموا هيمته مع هاد الاطفال هادو اللي بالمرات عندهم حالات خاصة يعني مليح انو الاولياء دائما يكون عندهم علاقة مع المدرسة هذا نداء من هاد المنبر يا اولياء لونك لوتيت مهيش حاجة قراب ولكن كيتشوفوا ووليدكم عندو الم وخاصة كيكون رضيع ويكون يبكي لازم تعرضوه مباشرة على طبيب الاطفال اللي هو اما راح يشخص هاد الحالة ولا يتصل يبعتكم عند طبيب مقتصر في امراض الانف الحجرة والاذن ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحصة هادية لوتيت يلتيها بالاذن الوسطى اللي مهيش حاجة خطيرة ولكن حاجة لازم تعالجوها في وقتها اذا تقدروا التصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحتجنحنا بوان كوم ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحتجنحنا سلام من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبدو مجودة نحن نريد طلب العلم لننفع اهلنا ولا بلدان نحب الجرية في كل مكان حق الرعب يزيدنا فرحة وكذا الاجنا بالمجان حتى ننعم بالسحة من حق الطفولة صحة علم حب حنا لا مقهولة ولا مدهولة فرعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان